معنا من موسكو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية سيد بسام البني أهلا بك سيد بسام سيد بسام يعني تطورات كبيرة لازالت الهجمات بالمسيرات على العاصمة الروسية تستمر هناك ما يطلق عليه الهجوم المضاد وإن كان بطيئا قوات الأوكرانية تقول يحقق إنجاز بطيئ جدا كيف تقيم هذه الوضاع؟ لماذا ردود الفعل الروسية تبدو متأنية أو متواضعة أمام مثل هذا الهجوم؟ أسعد الله أوقاتك أستاذ ماجد وأوقات مشاهدين سكاي نيوز عربية الكرام أولا يجب الإشارة إلى أنني ألاحظ أن هناك حقيقتان في هذا الهجوم الحقيقة الأولى هي أن الجيش الروسي طور أدوات الحرب الإلكترونية والحقيقة الثانية هي الحقيقة السياسية بأن أوكرانيا باستفزاز واضح لوزارة الدفاع بعد أن صرح البارحة شيقو بأن أي استهداف للأراضي الروسية بما فيها شبه جزيرة قولمس سيكون الرد دون تأخر على مراكز قيادة مراكز اتخاذ القرار في كيف هذا يعني أننا أمام تصعيد وتصعيد مضاد وأوكرانيا والغرب من وراءها يريدون إرسال رسالة لروسيا بأننا لن نتراجع رغم التقهقر الهجوم المضاد الذي يتحدثون عنها أما عن موضوع التأني الروسي فهو تأني حزر إن صح التعبير وهو دفاع إيجابي لأننا نلاحظ أنه في الليلة الماضية تم التقدم نحو منطقة مارينسكي في دانيسك الشعبية وتحرير مناطق قامت القوات الروسية بهجوم مضاد أيضا في هذه المنطقة والأوكراني يتحدثون عن هجوم هنا وهناك هذه الهجومات وهذه التبادل للأدوار في بعض المناطق التي تفصل خط الجبهة هذا أمر طبيعي في حالة حروب الخنادق الكلاسيكية ولكن الحرب الإلكترونية أدوات الحرب الإلكترونية الروسية تطورت بشكل كبير وهذا لا يعني أنه لن نشاهد أي مسيرات قد تصل إلى أهدافها لأننا نحن أمام حرب جديدة من نوع جديد بموضوع الدرونات تفضل تفضل يعني سيد بسام هناك أنت تتحدث عن الحرب الإلكترونية لكن اليوم الحديث عن حرب المسيرات الجانب الأوكراني يستمر في إرسال المسيرات الجانب الروسي أيضا يرسل المسيرات قيل بأنها روسية وإيرانية وبعضها بتكلفة قليلة الآن ما يرسم هذا المشهد هو أن هناك توازن شيئا ما من ناحية المسيرات هل هذا صحيح من ناحية الاستراتيجية باعتقادك أم أننا نحتاج كسر مثل هذا التوازن ليس صحيحا هذا التقييم لأننا نلاحظ طائرات المسيرة اللانسيت مثلا الروسية وهي تقصف وتضرب وسائل الدفاع الأوكرانية مثل S-300 ومثل الدبابات اليوبارد والبرادلي المدرعات الأمريكية وغيرها من التقنيات العسكرية الأوكرانية ولكن نحن لا نلاحظ أن الدرونات الأوكرانية تضرب مثلا أهدافا عسكرية إلا ما ندر إذن هناك تفوق في الأدوات العسكرية للحرب الإلكترونية الروسية على نظرتها الأوكرانية ودرونات تابعة لقسم الحرب الإلكترونية لأنها تسير عن طريق الجي بي اس أيضا نلاحظ أن بعد إرسال روسيا القمر الصناعي العسكري في أواخر مايو حتى اليوم نلاحظ تكسيف الهجمات الروسية على مواقع كيف الخلفية من مستودعات الزخيرة وضرب مبنى الخابرات المركزية الأمريكية وغياب بودانف عن الصورة حتى الآن وهناك إصابات مباشرة للمخازن وكلنا نشاهد الفيديوهات طبعا هناك خسائر في الجانب الروسي ولكن ليست إلى هذه الدرجة التي تذكر بالمقارنة مع الخسائر التي يتكبدى الجانب الأوكراني إذن نحن أمامه جيش يتعلم من أخطائه وجيش يعني يريد الانتحار بناء على رغبة الغرب من أجل تحقيق أي نصر ولو كان رمزي في ما يسمى الهجوم المضاد من أجل تبرير توريد الأسلحة إليه سيد بسام أنت تحدثت أيضا عن ربما نرى في المرحلة القادمة استهداف لمراكز صنع القرار يعني القيادة الأوكرانية قد تستهدف منها الرئيس الأوكراني أيضا لماذا تم تأجيل مثل هذا القرار أساسا هل هو يعني غير محسوم بالنسبة للقيادة الروسية لا محسوم يعني أنا سمعت الرئيس بوتين عندما تحدث في منتدى بيترسبورغ الاقتصاد أنه قال أنه يعني لا داعي ولا ضرورة لضرب مراكز اتخاذ القرار وكانت ضرورة عندما ضربنا هيئة المخابرات العسكرية الأوكرانية ولكن إذا ما اضطر الأمر سنضرب هذا جاء تعزيزا لكلام الرئيس بوتين عندما قال البارحة شيقو وزير الدفاع بأننا إذا ما تم استهداف الأراضي الروسية بشكل مباشر وبما فيها شبه جزيرة قرار هذا يعني أن الغرب وسماهم بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا هما يعني يشتركان في الحرب بشكل مباشر مما سيؤدي إلى ضرب مركز اتخاذ القرار واستدرك قائلا في كيف يعني هذا يعني أننا أمام تصعيد وربما نشهد الليلة ضرب مثلا لأحد المباني المركزية في كيف الله أعلم يعني لست في قيادة الأركان الروسية حتى أعلم ولكن قراءتي للأحداث والتصريحات تعني أنه سيتم استهداف مركز اتخاذ القرار لأن أرسال مسيرات اليوم إلى ضواحي موسكو هذا تحدي واضح لوزير الدفاع بعد كلامه البارحة عن أنه لا سيتم استهداف مركز اتخاذ القرار دون أي تردد من موسكو الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية سيد بسام البني شكرا جزيلا لك